عقيد إبراهيمي أكو مرات الصير عرقلة الصير تأخير بموضوع الطبع لا حاليا الطبع يعني مستمر مستمر الطبع والبطايق موجودة ومتوفرة وما يتأخر يعني ثلاثة يام إلى أربعة يام المواطن يستلم البطاقة موالته البطاقة بالطاقة الحادثة الكترونية المعلومات الكترونية لا تسحب استمارة بعدين تمليها بعدين تتمل الإجراءات هاي بداية ترويج المعاملة بداية ترويج المعاملة وينظم استمارة الكترونية يدخل بها المعلومات المعلومات الموجودة بهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن ومن ثم يتوجه إلى ضابط الشهادة يختم لضابط الشهادة ثم إلى الاستعلامات قبل الاستعلامات يحولها على أحد مدخلية البيانات مدخل البيانات يقوم بإدخال البيانات وأخذ المعلومات البيومترية من قزحية العين وطبعات الأصابع بدورة يرفعها للمدقق يدقق البيانات الموجودة بالاستمارة مع القيد الورقي المؤرشف في السجلات ثم يرفعها للحسابات أبو الحسابات يستوفي الرسم البالغ 5000 طبعاً لكل بطاقة ومن ثم التصريح النهاي التصريح النهاي ينطل المواطن وصل الاستلام ويبلغه بموعد استلام البطاقة الوطنية ماذا كان يطاول تقريباً الاستلام بالضبط؟ قلت لك تقريباً 3 تيام إلى 4 تيام وحالياً أكو نظام برنامج بالبطاقة الوطنية أنه المواطن يجي إشعار عن طريق رقم هاتفة لثبته بأنه تم إصدار البطاقة الوطنية إلىه ويتوجه إلى الدائرة لغرض الاستلام البطاقة اليوم أنتم هنا 24 ساعة الدوام مالتكم لو يكون وقت محدد حسب توجيهات وزير الداخلية المحترم نعم أمر السيد وزير الداخلية المحترم بأن يكون الدوام في دوائر البطاقة الوطنية على مدار شفتين شفت صباحي وشفت مسائي طبعاً الدوام يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساء بوتيرة واحدة